إني أسألك سؤال على تويتر رح أوجه لك إهلا لأنه قلت حزب الله وهي الموضوع السؤال بيقول أنه لو كان فعلا حزب الله مانع بقوة السلاح وبقوة التهديد وبسططه على البلد أنه أي حدا يعبر أو أي حدا كانت توصلت هذه العالم على مجلس النواد لو كان له فضوة تمنع وتقمع الناس حزب الله عدم المشاركة الكثيفة بمناطقه اللي هم رهن عليها هذا جزء من الاعتراض وعدم يعني ما بقول فشلوا تم حمصهم على العالم بيعرف السيد برحالة أنه الناس بدأ ودأ وبدأ خبز وبدأ عدة مطالب هو صار يعرفها قال يرحم كل الناس اللي ماتت من كل بالحروب يعني والمقاتلين اللي ماتوا عنده بس بالنتيجة هو خلي يقول يقوله أنه خلصت هذه المعزوفة اليوم الناس بدأ تاكل اللي ماتوا عندهن أهل وهو ده أهلنا بس أنت شو مقدم لنا يخذنا على صراع مع إسرائيل ويخذنا على صراع باليمن عم بقلك شو فيه هلأ هيدا خلى أنه بيقتوا تكون مع طردة وما فيه هيدا يقمع كل الناس صار بجنوب محاسبين العالم بإيدهم هن محاسبين أنه أنا مرهبون مثل ما رهبوا القاضي طار يطار مش هك بتصير الناس عبرت وعبرت بمفاجأة هنا ما حدا تفاجأوا فيها لا اللي صار هو يعني رغما عن إرادة حزب الله بعدم حديث تغيير ببعض المناطق كان فيه تغيير عملي وجده لأنه بيئة حزب الله رفضت هذا الواقع الاقتصادي فيه بعض بيقول أنه بحسابات حزب الله الدقيقة جدا في محلات صار قبيت باطئ كتير كبير لأنه فيه ناس أصبحوا تقلع ليون أنه هني بدون يزيحون على جنبه خبلك بالدارة جنوب استثبالي جنبلاط دق للفعاليات هوني الجنوب الثالثة عم تحكي جنوب الثالثة واحد واحد يقلون أنا عمليك برد علي هو بيعرف دينا أحجامل ما بقوله مش هيك تلفلنا واحد واحد أنه هذا الكلام اللي عم بقوله مروان خار الدين أنه شارع واحد بالنبطية بطلعني أنه وهذا الحاجة يقعد بحضن الحزب والشيعة عمليك المعاري صارت شو قال لهم يعني قال لهم عطوف عطوفي راس حمدان أنا بكرة بعد جمعة واثنين حضرتك علمي ومش مجامعة لمخضر حتبين معيك أنه ما تعطوا حمسهم عليه هو فيه تحفيز مثل ما حمس على طلال إرسلين ويقام وهاب بشوف وحمسهم يعطوا مارك داو ما حمسهم حمس ضدهم أنه هاودي هاودي أتباع لحزب الله هاودي يعني رح يضروا الطيف الدرزية هاودي أخصمها وأحسن الطراط وخرج وليد جنبلاط منتصرا وأعاد نفسه بيضة لقبان في المجلس وليد جنبلاط كان يقدر يطلع معه بعد نيب مثلا المسيح الثاني لو كان لو نعمل طعم يترشح لني كان طلع معه لأنه كانت المعركة واضحة وكان فيه أصوات يعني مثلا أخذت حصتها فيه أصوات إذا بترجع على الجبل أنه كانت هادي هادي رح يبع عنا كثير حكي أنه حزب الله طوستك مع حزب الله ايه يعني ما قدر ضبط اليوم مليون مليون مواطن من أخواننا بالطيف الشعية ما فيك تعملية هادي أنه توقف عيد كل واحد الناس بدا تاكل وجاعت وشايفته يعني عم بقاتل بمحل ما لها مصنحة نعم عم يسبقني الوقت حكومة حكومة إذا ما بعرف تشكأ إذا تفوق على رئيس حكومة إذا تفوق على رئيس حكومة أول شي هادي إذا صار في اتفاق تنفوت بالتوازنة هادي مشكلة يعني حزب رح يسلم الممانعة ميشيل عون شو رح يقول حسطه فيها خاصة هذه الحكومة مادام سمر أنه تشبه بعدك تغييريين صاروا بيطلع لهم وزراء خلينا أملك هذه الحكومة تشبه حكومة الرئيس تمام سلام بعد نهاية الولاد قبل انتهاء قبل انتهاء ولاية الرئيس ميشيل السنائمان أنه صارت حكومة الوزراء رؤساء كل وزير فيه عنه صلاحية الرئاسية مشان هاك اليوم أولا في الخط البيانة الوزارة حزب قلم اليوم بلش قوله وتبلغوا منهم بالغرب أنه نحن مصررين على شعب وجيش ومقاومة كل المحور التاني محور هو حليف الغرب إذا بدأسمي شو بدي يقوله للعالم إذا بدأ يرجع يقوله جيش وشعب ومقاومة هذا البين بيحلوها جيش وشعب وقاوم الحزب لن يستسلم أول شي بالمنطقة ما خلصت التسوية بالعراق معقدة بكل المنطقة التسوية الإيرانية عم تصير مع إيران مش على السلاح النووي اليوم الفرنسي والأميركي مسلم أنه باكستان عندها سلاح نووي والهين عندها نووي ما حد عم يستعمل النووي هي على حضور إيران بالمنطقة فأسلاً عم بيصير هو من هاك قلت لك رئيس أميركي جاي على سعودية فيه إعادة تخييم يعني ما بدو سايكس في كل المنطقة بس الشيعة بالتواضع بيعتبروا بدون حضور جديد بالأنزم هذا واحده بترجع على التوازنات كيف سيسلموا فيها تغييرين كيف تتشكل التيار وين وبترجع على المحاصصة بكرة بيقول لجبران برسيل أنا عم نحكي بدل تيار بكرة يمكن يقول لقود إذا بيطلع لهم حقيبة سيادية عم نحكي بهذه الجهة نحنا بدنا يمكن ندفاع بيقول له أنا بدي إيها يعني فيه مشاكل المناكفات يلي بدأت ضل مستمرة وفيه إعادة توزيع للحصص مختلفة من هكي حزب الله وقال ممانعة عم نحكي سياسة مش اتهام مش إنه أنا عم بعمل تراجع حزب الله بيشتغل سياسة مثل السامير جعجا مثل السامير جميل مثل الجنبلات مثل فرسا مثل الآية مثل دوري شامعون هو بيشتغدوا سياسة اليوم إله مصدحة يحمي حاله بنظام جديد فيه اتجاه وفيه منحة يشبه العراق ربط هوني ربط ربط الخلاف مش النزاع الخلاف اللي صير هوني هو صير هون من ضمن تأكيد بس في خطورة بالعرق ما فيه ما فيه ما فيه ما فيه ما فيه ما فيه بس شو صار بس خليلك شغلي شو صار بالنموزاج العراقي فاتوا كتيلات ما قدروا عنه شي ما هيدا عم بصير هيدا الخوف طيب بس هوني اليوم هول كتيلات يمكن ما ينتقل رئيسنا به بس بالحكومة بدي تعطيون حقهم صح هل عم نقوله الحزب عم بقول أنا هيدا ما كسرتني بالنسبة له الحزب بفضل بالاقتصاد يكون هو مش مسؤول بس هو بالقرار السياسي وعسكري يكون هو الآمر من هون بدأ تروح القصة على تسوية متكاملة بين رئيس جمهورية وبين حكومة جديدة يعني من هلأ من هك فيه حكومة ولا ما فيه من هلأ للانتخابات الرئاسية أنا عم أكد ما فيه حكومة الفرنسيين نازلين بضغط تيرقبوا حكومة على هذه التناقضات الموجودة عندي يعني مبتوض الحزب ما فيك والحزب تهلا يسلم أنه أنا خضاعة لهذه النتيجة لن يسلم طيب فإذا شو مصير الرئاسة بهذه الحالة الرئاسة أنا مرح مرح يتم انتخاب رئيس قبل فيه راقع جديد لرئاسات على الساحة إذا فتنا بفراغ رئاسة طبعا تسهل تكتير قدام جوزيف عون فيه فريق أو بتنسى أنه عنا حكومة تصريف عمال بيكون بس اليوم فيه فريق يسعى إلى انتخاب رئيس قبل يعني اليوم مثلا الحزب الله وميشن عون بفضل ويسير فيه انتخابات قبل ما يسير في فراغ رئاسة تم سي فيه اقتطاع مهل سأنا عم تقول لن يكون هناك انتخابات رئاسية قبل تم سي فيه اقتطاع مهل وترتفع أسهم مجرية فعون اليوم بالواقع المسيحي في إعادة في إعادة خلط أو صار وضعه كثير كثير صعب جبران بسيد كذلك الأمر سامير جعجع بظل هذا الواقع السناء الشيعي أكيد في عندهم عوقات يعني سكور بموضوع على التمسيل المسيحي لا ما بيوصل ما عمالك ما تعمني هيك ما عمالك لا عمالك يعني الهودة ثلاثة يعني ظهروا في عائق أكبر من هيك عند سامير جعجع شو هي؟ بقاله الرفض المطلق يعني يعني بسامير جعجع ما تدقي سناء الشيعي ما هل عمقوله ومش بس سناء الشيعي مين في غيره ما في بليد جنبلات ما بتعرفين بريح كان حليفه بريح كان حليفه عند السناء سقط على مضب تحالف معه بريح السناء أنا ما عم أنا ما بجيب سامير جعجع رئيسي زكيت أو غيري ولا عم سيب سامير جعجع ولا بدي جاي لجي من الحدا عم قللك أنه موضوع خلص اليوم بيني تأشرف ريفي هو زعيم يعني إذا صار فيه دم أشرف ريفي عم يحكي بالشي آخر وبيقول هو رئيس الحكومة المقبل أنا بشتبعد بس أشرف ريفي عم ينحكي فيه وزير داخلية لمرحلة المقبلة هو عم ينحكي فيه رئيس حكومة لا بستبعدة وزير داخلية بدعم من من تكتل اللي عم يعملوه نقول القوات اللبنانية بس أنه فيه كتير خلال واقع جديد بموضوع رئيسة الجمهورية ممكن تروع على تسوية بتشبه رئيس من خارج المحاور يعني من شان هيك قلتلي بتصير حظوظ جوزيف عون قائد الجيش كبيرة جدا جوزيف عون مرتفع حظوظه خاصة بس يصير فيه تسوية والخوف هون على مناصب يطير من الدولة يعني أولا إذا أجل جوزيف عون دائما بالغرب بفضل بهذه المناطق يكون في حكم العسكر شفنا كيف كان يتركوا قادر العسكر بالمناطق حكمين يعني من هيك أنه بيعتبروا أنه نحن شعوب مش مؤهلة مارس ديمقراطية هؤلاء طول الأمن والصليات بدأ ورفض مثلا والمواجهة إسرائيل قتضيت أنه يكون فيه ناس تجمد شعوبها من هيدا النقطة نحن رايحين على انتخابات رئاسية فيه آخرين على الخط بس بهذا الوقت فيه تغيير كتير يعني اليوم إعادة نظر ببعض المواقع بالدولة هل ستصح أو لا مثل شو؟ مثل أي مواقع يعني يعني إذا بكرة نطلب مثلا بمراكز عسكرية أمنية الحزب رح يقول يعني ممكن نشوف قائد جيش شيعي يعني الحزب الحزب بمقهومه بحملته على قائد الجيش ولنؤمن له أنه بكرة إذا موضوع الأمن أنه إحنا بدنا نسلم بالأمن بدنا حدا منه وفينا موضوع الأمن مدام بس ديش بعبنا وقت ديكتان موضوع الأمن منه معياد موضوع الأمن أنه الصاروخ البزنه 3 طن وطوله 10 مطار وبروح 200 كيلومتر يخدوه يحطوه عن جوزيف عمر ذات الدفاع هو موضوع الأمن والسليح أنه ما يروح حدا مثل الحجوة في إصفة يهدد الآضة ما يطلع مثلا علي حسن خليل ما يجعى على التحية هيدا المعيار منه المعيار أنه حدا رح ياخد السليح مثل ما قابلت بلني سلنا متسليح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر